موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية بنك صفوة الإسلامي المناصير للزيوت والمحروقات حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المركزية وكلاء تويوتا وليكزس حوالات مالية فورية مجمع الملك الحسين للأعمال مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية صور الغيوم بنلاحظ أن كميات الغيوم الكبيرة والممطرة التي أثرت على المملكة يوم أمس الجمعة والليلة الماضية قد تحركت شرقا باتجاه العراق ولكن هناك بعض الكميات من الغيوم المحلية متواجدة وتتواجد فوق المملكة نهار هذا اليوم وصباح الغد الدرجات الحرارة المتوقعة بنلاحظ أن المملكة يوم السبت بقيت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة وهذا واضح من اللون الأخضر الغامق واللون الكحلي هذا يدل على درجات الحرارة المنخفضة لكن يوم غد الأحد هناك ارتفاع على درجات الحرارة وهذا واضح من اللون الأخضر المائل إلى الصفرة يعني أن هناك في ارتفاع على درجات الحرارة ويوم الاثنين توالي درجات الحرارة ارتفاعها فاللون الأصفر المائل إلى الحمرة يدل على الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة وهذا فعلا واضح هناك ارتفاع تدريجي على درجات الخرارة أما هذه الليلة ليلة السبت على الأحد فهناك ضباب يتوقع أن يتشكل في معظم مناطق المملكة الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية أي في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وطبعا هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والضباب يستمر ليلة السبت على الأحد وحتى صباح يوم الأحد بعد الساعة التاسعة يقل هذا الضباب تدريجيا بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة أجواء مشمسة أثناء النهار وأيضا لطيفة درجات الحرارة أعلى من معدلها على الأقل بثلاث درجات مئوية والعظمى المتوقع عشرين درج مئوية بينما متوسط درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو سبعتاشر درجة مئوية والأجواء أثناء الليل تميل قليلا إلى البرودة والصغرى المتوقعة ثلاثتاشر درجة مئوية يوم الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة درجات الحرارة بتكون أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين أربع إلى خمس درجات مئوية الأجواء مشمسة بشكل عام أجواء لطيفة والعظمى المتوقعة في عمان 22 درجة مئوية بينما الأجواء تميل إلى البرودة قليلا أثناء الليل والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية يوم الثلاثة أيضا الأجواء اللطيفة أثناء النهار مشمسة إلى غائمة جزئيا أو مشمسة يتخللها ظهور بعض الويوم على ارتفاعات مختلفة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية وأثناء الليل أجواء باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية ملخص لأحوال جوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة ارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله وبحيث تصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة والأجواء بشكل عام مستقرة في بداية الأسبوع لكن هناك ضباب نتوقع أن يتشكل الضباب ليلة السبت على الأحد خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادي والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أعزائي المشاهدين من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر